اشتركوا في القناة محتاج كي لا يتألم لنحميه من المرض لنكف عنه الاذاء بالتبرعك للاغاثة الاسلامية عبر العالم نصل الى الاشد ضعفا وحاجة مثل مريم معا نرسم البسمة على وجهها تبرع الان للاغاثة الاسلامية عبر العالم تبرعاتكم في ايد امينة اشتركوا في القناة مرحبا واهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا السياسة الكندية والقضايا الكندية اليوم هنتكلم عن موضوع مهم جدا طرأ على الساحة السياسية الكندية قبل اسبوع تقريبا ولكن تداعياته عم بتزيد وعم بكبر فحبينا نستضيف او مش نستضيف يكون معنا لانه هو ليس ضيف بل من صاحب البيت اخونا الاستاذ حسن وحيكون معنا الدكتور نور لاحقا طبعا في البداية بدي ارحب بزميلي وصديقي الاستاذ دكتور هشام اللي حيبدأ في موجز سريع لأهم من الاخبار السياسية تفضل طبعا اول شيء زي ما تعودنا هنعطي نتفة اخبار هيك على السريع من اخبار سياسة نورث امريكا والعالم اول شيء اسمعنا خلال الاسبوع اللي فات طبعا نسا احنا بنحكي في تداعيات حجوم على الكابيتول هيل فخلال الاسبوع اللي فات كان اعتقالات واسعة جدا من الاف بي اي لمهاجمين مبنى الكابيتول هيل الشغلة انه مش بس الاعتقالات لانها الاعتقالات شغالة بس نكشف انه في مجموعة من اعضاء الكونغرس سواء انهم الهاوس او الاسنة او السنة كانوا عملوا جولات اللي هي الجولات الزيارة اللي بعرفوا فيها الناس عادة على مبنى الكابيتول هيل لمجموعة من الناس اللي كانوا بيهاجم اللي شاركوا في الهجوم مع انه هاي الجولات ممنوعة تماما من شهر ثلاثة تقريبا من وقت هجمة الكورونا والجائحة فهلأ التحقيقات عم تجري طبعا الاف بي اي بيحقق بشغل بس رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي عم بتطالب بتحقيق جوب بداخل الكونغرس وممكن يؤدي ما منعرف يعني هاي في في لسا حولها كتير علامات استفهام دستورية انه ممكن هل ممكن يؤدي هاي التحقيقات اذا اكتشف تورطهم هل انهم ينعزلهم من المجلس انهم منتخبين ولا ولا اقصاءهم عن المناصب ما حدا لسا بعرف بس بس واضح انه الموضوع كبر اكتر عن انه بس مجرد هجوم من مجموعة الخبر الثاني اللي كانت كان موضوع كتير لنقاشات وجدالات على على يعني حتى السوشال ميديا العربية سواء العرب في كندا او العرب في البلاد العربية اللي هو مظاهرات روسيا احنا الاسبوع التاني تقريبا من مظاهرات حاشدة في روسيا بعد لما رجع لما اعتقلوا المعارض الروسي المعروف اليكسي نافالني اللي هو كان له فترة في المانيا بعد ما كان مسافر وقالوا انه تم تسميمه والدولة اللي سممته وهو طبعا معارض معروف بس رغم انه بوتين عمره ما ذكره ودائما بيقلل من قيمته في الهاي كان نعرف في المانيا وتحددت روسيا انه اذا بترجع نعتقلك فهو ما سمع يعني ما اهتم ورجع قبل الاسبوعين واعتقلوا على طول في المطار يعني وبعدها تكم يوم اعتقلوا زوجته ومن يوميتها من اسبوعين لهم مظاهرات حاشدة مظاهرات عنيفة يعني حتى اليوم اسمعت انه حصيلة الاعتقالات في الاسبوع اللي فات لوحده حوالي 3000 3000 معتقل طبعا السبب اللي بنحكيه انه العرب منقسمين خصوصا في السوشال ميديا ما بين مؤيد لبوتين وصوروه انه بطل وانه هو اللي انقذ روسيا ومش عارف ايش وما بين معارض تماما وبقولك انه هو مجرم وبوصف نفالني انه هو بطل القادم وهو اللي حيحرر روسيا من الفساد وغيره يعني فهي اللي هلنا نذكر الموضوع انه كان موضوع احتمام للناس خاصة العرب على المنصات التواصل الاجتماعي خبر التالت من خبرين ضايلين اكيد من كندا هلأ الحكومة الكندية الفيدرالية تحديدا في مأزق لانه عقب اعلان شركة موديرنا انها هتخفض نسبة تصدير لقاحها بنسبة 20% ل25% بعد ما فايزر كانت اعلنت هالشي قبل الاسابية كانت الحكومة الكندية لما طلعت فايزر بهذا الكلام قالوا لهم معلش نحنا في عنا اتفاقات مع شركة ثانية وبالأخص شركة موديرنا ويعني هنغطي اللقاحات بوقته عنا يعني عنا بلان بي زي ما بقولوا فهلأ بلان اي وبلان بي صار عليهم مشاكل فالحكومة شوية فيما ازق طلع رئيس الوزراء جستين ترودو بحاول يطم الناس وعم بقول هنشوف وحنتفاوض مع الشركات لانه في بينتنا اتفاقات رحنشوف شو ممكن نعمل ما منعرف شو بيصير بس هذا اللي صار اول تمبارح تقريبا اول الخميس على اول تمبارح على الجمعة الخبر الرابع شكلها الحكومة سمعت كلامنا في الحلقة الفاتت لما كنا بنحكي عن مسجد الكيبك وتمت قامت بإعلان يوم 29 يناير او كانوني الثاني في كندا يوم وطني لذكرى مسجد مسجد كيبك ونفسه يوم لمكافحة الاسلاموفوبيا او رهاب الاسلام وجرائم الكراهية والعنصرية لأول مرة في كندا يعلن شيء زي هيك وقابليها بكم يوم بس حابب اقول كمان انه اعلنوا عن منظمة اللي هي البرود بوز اللي حكينا عنها برضو في حلقة قبل هيك البرود بوز اللي هي منظمة انشأها كندي امريكي في امريكا اللي هي كانت من المنظمات اللي شاركت وفي اعتقلوا اعضاء كتير منها شاركوا في اعتداء على الكابيتول هيل تمت قامت باعلانها منظمة ارهابية فهي عم نحاق ما نشوف يعني انه الاجراءات بتمشي الحكومة في مكافحة الارهاب ومكافحة الكراهية عم بتزيد ما بعرف اذا الدكتور او جمال او الدكتور او الاستاذ حسن حابين اتعلقوا على اي من الاخبار انا سأعلق على الاخبار الكندية واترك للدكتور جمال اذا كان عنده اي تعليق عن الاخبار الامريكية اولا طبعا نحن نشكر الحكومة الكندية على اعلان يوم 29 من يناير كانون الثاني يوما وطنيا لذكرى شغداء مجلد كيبك ولمكافحة الاسلاموفوبيا وهذا امر مهم جدا ونحن منذ وقوع الاعتداء وحتى اليوم نعمل بطريقة جادة وحثيثة ودائمة للوصول الى ما وصلنا اليه ونحن نشكرهم كما نعرف لا يشكر الله من لا يشكر الناس انا من هنا من هذا المنبر اشكر طبعا الحكومة واشكر جميع العاملين من صفوف الجالية ومن حلفائنا ومن كل المدافعين عن حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والمساواة لهذا العمل وهذا يدلنا مرة اخرى ان هناك متسع في الديمقراطية للحصول على مطالبنا وان طال الامد بعض الاحيان يعني استمر الامر اربع سنوات ولكن الحمد لله ولكن هذه خطوة يجب ان تتبع خطوات يعني اعلان يوم وطني هذا الشيء جيد ولكنه مجرد اعلان يجب ان يكون هناك قوانين تعرف ما هي الاسلاموفوبيا وتجرم الاسلاموفوبيا حتى يكون هناك طريقة عملية لمحاسبة الذين يروجون لثقافة الكراهية ويحردون على الاعتداء على المسلمين او الاعتداء على غيرهم وان لم يتبع هذا الاعلان قوانين وقرارات حكومية بهذا المجال سيبقى هذا الاعلان كاعلان قرارات جامعة الدول العربية حبرا على ورق هذا من ناحية الحكومة الكندية نحن هنا في كيبك للأسف لا نزال نعمل لإقناع حكومة كيبك بحذوي باتخاذ خطوات في هذا القبيل خاصة نحن هنا في كيبك اهل القتيل اهل الميت يقولون عندنا بالعربية الاعتداء حصل في مدينة كيبك وفي مغاطعة كيبك ومدينة كيبك هي عاصمة كيبك والاعتداء حصل على بعد مسافة قصيرة من برلمان كيبك من باب أولى أن تكون كيبك سباقة في هذا المدمار ولكن للأسف حتى الآن هناك نوع من المعارضة لهذا التوجه ولكن نحن نحن مستمرون وكما يقولون ما ضع حق وراءه مطالب هذه النقطة النقطة الثانية تجريم المؤسسة براود بوي أو ما يعني الشباب الفخورون التي هي مؤسسة من العنصرية هذا أمر جيد أيضا وكنا نطالبه منذ فترة طويلة إذن أحث جميع المستمعين والمشاهدين حتى وإن كان هناك غيوم في بعض الأحيان وإن كان هناك في بعض الأحيان تلكق أو ترد من قبل المسؤولين علينا المتابعة وعلينا اللنيأس عرجنا وآجلا إن شاء الله سنحصل على حبوبك وشكرا وشكرا إن شاء الله إن شاء الله سنبدأ اليوم في موضوعنا وهو الاستقالة الحاكم العام في كندا وتداعياتها على السياسة الكندية في البداية أنا بدي أسأل سؤال للأستاذ حسن يوضح للجمهور أكثر عن عمل من هو الحاكم العام أو من هي الآن هي سيدة بس هو الاسم جنرال الجوبرنر جنرال الحاكم العام في دول الكومنولف وكندا بشكل خاص هو مؤسسة دستورية كندية تعود لقرون من الزمن هي مبدئيا كما نعرف كندا هي عضو في الكومنولف وكندا مبدئيا مملكة يعني رئيس الوزراء هو ليس رئيس الدولة رئيس الدولة هو التاج البريطاني التاج الكومنولف ليس التاج البريطاني وبالتالي نحن هناك في كندا لسنا تحت سيطرات أو حكم حكومة بريطانيا العظمى أو حكومة إنجليترا أو كذا حكومة بريطانيا العظمى وحكومة كندا وإيرلندا وإستراليا كلها تتبر سواسية في الكومنولف وكلها تتبع للتاج الذي هو الآن ملكة إليزابيتا الثانية الملكة إليزابيتا الثانية لا تحكم مباشرة لأنها غير موجودة عندها ممثل الذي يسمى باسم الحاكم العام ولكن هي وظيفة إلى حد ما شرفية وظيفة فخرية كما نقول دائما هي تملك ولا تحكم وفي كل مقاطعة يعني مثلا في أوتاو عندنا الحاكم العام في المقاطعات في كل مقاطعة هناك ما يسمى نائب الحاكم العام ولكن نائب الحاكم العام هو مجرد تسمية هو لا يرتبط بالحاكم العام يرتبط مباشرة بالتاج الكومنولف يعني نائب الحاكم العام في أونتيريو أو في كيبك رئيسه المباشر ليس النائب الحاكم العام في أوتاو إنما رئيسه المباشر هو الملك لذلك هناك نقطة مهمة عندما مثلا أعطيكم مثل بالقضايا الجنائية مثلا في كل مرة تقاضي الحكومة تقاضي الدولة شخصا معينا أو مؤسسة معينة يقول التاج الملكة ضد فلان يعني مثلا إذا مثلا قضية ضرائب مثلا أو قضية حتى قضية سير مخالفة سير عندما تستلم أنت المقاضات وراء الإبلاغ من قبل المحكمة لا يقولون وزير العدل ضد دكتور جمال يقولون الملكة ضد دكتور جمال هذه النقطة النقطة الثانية في بعض الأحيان بعض المحافظات بعض المقاطعات تقاضي الحكومة الفيدرالية أو العكس عندما يكون هناك خلاف حول قضايا معينة يكون هناك شكاوى إذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى حل عن طريق التفاوض كما حدث مع ألبيرتا أيوة تقاضي المقاطع الحكومة الاتحادية أو العكس ما الذي يكتب في ورقة في الدعوة الملكة ضد الملكة وبالتالي كنا نحن نتندر عندما كنا طلابا في كلية الحقوق وكنا نقول أن هذه السيئة تحب المشاكل لدرجة أنها لم تجد شخصا ترفع عليه دعوة ترفع دعوة على نفسها يعني مثلا إذا تحبت سجلات ورأيت مثلا كما تفضلت قضية ألبيرتا لا تجد أن حكومة ألبيرتا ضد حكومة كندا لا لا تجد الملكة ضد الملكة من المهمات التي تقوم بها يقوم بها الحاكم العام هو تعيين الحكومة طبعا كلها قضية شرفية كما نقول قضية رمزية هو الذي يوصل الحكومة إلى الحكوم هي الناخب هي الديمقراطية هي الناخبون ولكن عندما تجري الانتخابات ويفوز حزب معين بأكثرية يعود الحاكم العام هو الذي يكلف زعيم الحزب الذي حصل على الأكثرية أو على الأقل على أكبر عدد من النواب إذا كانت حكومة أقلية لن يكون عندها الأكثرية كما يحصل الآن ولكن مثلا كمثل بسيط عندما كانت ناخبات عام 2019 جيلي بيات طلبت من السيدة تريدو أن يشكل الحكومة يعني هي التي عينت الحكومة وأمامها أقسم الوزراء القسم وهي التي افتتحت البرلمان في كل دورة من دورات البرلمان يكون هناك كما تحدثنا في جولة دورة سابقة عن خطاب العرش يقال خطاب العرش لأنه هو الحاكم العام هو الذي يقرأه طبعا هي الحكومة هي التي تكتب الخطاب وهي سياسات الحكومة وقرار الحكومة ولكن يأتي الحاكم العام في جلسة مشتركة لمجلس العموم ومجلس الشيوخ يعني للبرلمان كاملا والحاكم العام باسم الملكة لأنه هو يمثل الملكة يقرأ البيان في بلاد العربية كان يقال البيان المزاري وإنما هنا يقال خطاب العرش وهي كذلك هي أو هو القائد اليوم عندنا حاكم عام رجل هو الذي هو كان رئيس الملكة الملكة ريتشارد فاقم أيوة هو لأنه في الدستور عندما يشغر منصب الحاكم العام يتولى تلقائيا رئيس المحكمة الدستورية العليا يملأ هذا المقعد حتى يقترح رئيس الوزراء على الملكة شخصا آخر هندخل في هذا الشيء ولكن هي كما أقول الحاكم العام هو القائد العام للقوات المسلحة يعني الحاكم العام هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة حسنا حسنا أنا قبل ما أعطي الأسئلة الباقية لأستاذ هشام بدي أرحب بالدكتور نور اللي عام دخل معنا آهل آهل بالدعيم آهل سامعينك؟ في صوت عندك مشكلة دكتور أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير لا يا كمساء اليوم مش داخل من الكمبيوتر شكلك لا ما دخل من الكمبيوتر طيب دكتور نشغل أول إشي خلينا أسأل سؤال بالنسبة لدور اللي حكنا عن دور الحاكم العام لأن أنا قرأت في الموضوع أو المصارات هاي وشفت في ناس عم بتقول أو في مجموعات عم بتقول إنه دور الحاكم العام والأدوار هاي أدوار صورية وبتعزز البيروقراطية في البلد فهل فعلا هذا الكلام صحيح؟ هل دور الحكام العامين أو سواء في المقاطعات أو على المستوى الفيدرالي أدوار كتير شكلية ما إلهاش لازمة وإنه فيه شي معين يعني ما بيقدر حدا يعمله غير الحاكم العام لا هي دور شرفي أو دور رمضي وتكلف تكلفتها تكلفة باهظة للمواطن الاشتراك ولكن هذا اللي سمعته على فكرة هما اللي اعتراض على إنه الراتب عالي وهذا ما فيش إله إنه ما لهش قيمة فعلية دكتور هشام سنتكلم عن هذا لاحق ولكن تصور الآن هناك لغط حول الراتب الذي ستستلمه السيدة بيات مدى الحياة 150 ألف دولار سنويا مدى الحياة بعد استقالتها إضافة إلى تكاليف مكتبها وسفريتها التي تقتون تقريبا حوالي 100 ألف دولار بالسنة يعني ربع مليون دولار بالسنة لحاكم عام متقاعد أو مستقيم تصور الحاكم العام الذي سيكون في مركزنا إذن طبعا هناك تكاليف باهظة وهناك نزعة قومية في كيفية تطالب بإلغاء ملكية برمتها وبما فيها منصف الحاكم العام هناك نزعة في هذا الاتجاه ولكن أقول لك بكل صراح هذا لن يتم لا غدا ولا بعد غدا لسبب بسيط لأنها في الدستور الكندي وتعديل الدستور الكندي من سابع المستهلات يحتاج لجهود كبيرة وتعارض كبيرة يعني لن نتخل بهذه التفاصيل ولكن منذ أيام تشارلتاون ومن أيام ميتشليك وكل هذه النمو تعلمنا ككنديين أن تعديل الدستور الكندي ليس بالأمر السهل وخاصة للتاج البريطاني نوع من الشعور العاطفي في كندا الإنجليزية في كندا الفرنسية هناك رفتام ولكن في كندا الإنجليزية لا يزال هناك الكثيرون من الكنديين ذوي الوصول البريطانية متعلقون بالتاج البريطاني أو بالتاج بالملكة ومؤسستها ولن يحصل الضغاء الملكية غدا قد تحصل هناك بعض التعديلات كما أن الآن المعارضة تطلب من الحكومة بعدم دفع التعويضات للسيدة البيت بما أنها استقالت قد يكون هناك نوع من كما يقولون نوع من الانفتاح في هذا المجال أما من يأتي أحد ويقول والله سنصوت بيان سنصوت على الغاء الملكية أو الغاء دور الحاكم العام فأنا لا أتصور أن هذا سيحدث قريبا واضح واضح دكتور نور بما أن هذه الحاكم العام هي الممثلة للملكة أو الممثلة لوجود الملكة في كندا هل يتم اختيارها مباشرة من قبل الملكة هل تبحث بالداتابيس تبع الكنديين وتختارها كيف يتم اختيار هذا الحاكم العام؟ الاختيار الملكة أو الحاكم العام في كندا يبدأ أولا باقتراح من الرئيس الوزراء فهي كما يعينها الوزراء رئيس الوزراء لها الحق بالاقتراح لسي ملكة مباشرة ومن ثم كما قرارات الحاكم العام يحاول الجميع عبر الملكة باقتراح بسيط يعني مهر الاختراح الذي يأتي من رئيس الوزراء يعني كما حالحاكم العام تعين الوزراء باقتراح رئيس الوزراء وهي بشيء بموضوع رمزي تؤيدهم كذلك تعين الحاكم العام يأتي باقتراح من رئيس مجلس الوزراء الكندي ومن ثم الملكة إليزابيث في هذه الحال تعين الحاكم العام وليس يعني قلمة لم يشهر التاريخ أن الملكة رفضت تعين أي حاكم عام مباشرة يحق للملكة رفض تعين أي حاكم عام ويحق للملكة إقالة أي حاكم عام وحاليا استقالة السيدة جولي باييت لم تأتي عن عبث كان من الممكن أن يأتي هناك اقتراح عبر رئيس مجلس الوزراء إلى الملكة لإقالتها كون أن التدقيق جاء بمعلومات سلبية عن معاملتها للموظوفين وأن استقالتها كانت قد سبقت اقتراح إقالتها عبر رئيس الوزراء هل وضعه حزبي أم هي ليست حزبية بأغلب الأحيان يكون غير حزبي ولكن يحق لرئيس الوزراء اخترار أي كان مثلا رئيس الوزراء ترودو الأب كان قد اختار أعتقد سيد أد شراير رئيسا واللي هو كان رئيس حزب الان دي بي سابقا اختير لي يكون ليملأ مركز الحاكم العام وهو يعني الحكومة كانت لبرالية بقيادة بير إليو ترودو واختار أحد الناس من حزب الان دي بي ليرأس وفي أحيان أخرى مثلا بير إليو ترودو اختار روميو لابلان اللي هو والد السيد دومينيك لابلان الوزير الحالي ورئيس البرايدي كونسل في كندا روميو لابلان كان ليبرالي وكان نائما نائما في الحزب الليبرال عن الحزب الليبرالي وكان وزيرا في إدارة ترودو ومن ثم عينه السيد ترودو حاكما عاما لكندا فحق لرئيس الوزراء اختيار الحاكم العام من دون ممكن أن يكون حزبيا وممكن أن لا يكون حزبي لا يسهن عليك أي صفة في الموضوع إضافة لما قال الدكتور نور الدور أو على الأقل شخصية الحاكم العام تطورت في البداية حتى تصور حتى عام 1952 قد تخونني الذاكرة من ناحية العام ولكن في البداية كان دائما كل الحكام العامون مولودون في بريطانيا وكانوا من الطبقة الاريستقراطية بعد ذلك أصبحوا كنديين مولودين في كندا وكانوا فيما مضى إما سياسيون سابقون كما تفضل الدكتور نور أو عسكريون سابقون كلاركشن مدام كلاركشن يعني إضافة لما أشر عليه الدكتور نور مثلا جان سوفي كانت وزيرة أيضا في حكومة تريدو يعني كانوا يأتون إما وزراء سابقين أو وزراء أو نواب أو قادة عسكريون ولكن مدام كلاركشن كانت صحفية بعد ذلك ميشيل جون كانت ذلك صحفية وبيات عالم الفضاء وبالتالي الآن تطور هذا الدور ولكن حتى عندما كانوا يأتون من عالم السياسة وإن كانوا حزبيين قبل تعيينهم بعد تعيينهم يتجردون من صفاتهم الحزبية أو تحزباتهم ويصبحون لأن المهمة والدور والوظيفة هي وظيفة عابرة للأحزاب وعابرة للأديولوجيات السياسية يجب أن تكون متجردة نهائيا كمنصب القضاء تقريبا وهناك نقطة أخرى كذلك في البروتوكول أو بالأحرى على القل التقاليد يأتي حاكم عام من الفرنسي ويتبعه إنجليزي وهلو مجرى هناك التناوب يجب يعني مثلا الذي أتوقعه الآن بناء على هذا التقليد أن يكون الحاكم العام الذي يلي مدى فهي يجب أن يأتي من كندا الإنجليزي موضوع التناوب هو موضوع عرفي بحث يعني يطرح هذا الموضوع مثلا كان يقال أنه دائما في الحزب الليبرالي الكندي أنه قائد الحزب كان يأتي مرة من كندا الإنجليزية ومرة من كندا الفرنسية وهذا ما حصل مثلا عندما كان تير إليو ترود ورئيسا زعيما للحزب في العام نين استقال كان جون كريتيان يريد أن يترشح لزعامة الحزب وقيل له أن الآن الدور هو لإنجليزي ومحبة جون تيرنر واستقالت كريتيان من السياسة في العام في العام 1990 ولكن هذا الموضوع هو موضوع عرفي بحث كان يعني أدريان كلاركسون عندما عيال السيد كريتيان رئيس الوزراء كان كصحفية وهي كندية من العرق الأصفر وميكايل جون عندما عينها السيد بول مرتان كحاكمة عامة لكندا من دوية البشرة السمراء من أصول هيئتية وكثير أخي حجم هما صحفيتين يعني من جاء من عالم والصحافة عرق الفرنسي أو الإثنية الفرنسية يعني مادام جون تعتبر فرنسية هي من هايتي يعني من هذه النحية ثقافيا هذا العرف كما تفضل الدكتور نور مية بالمية كلامه سليم هو عرفا وليس بالضرورة دستورا عرفا يجب أن يكون وكذلك يحاولون دائما أن يكون ثنائي اللغة يتكلم الفرنسية والإنجليزية هناك استثناءات طبعا وكلما كان هناك استثناء يثير لغة كبيرة طب خلينا ننتقل لشغلة الحاكمة حالا اللي هي المشكلة اللي صارت السابقة اللي بتعود حالها أنا أبحكي المشكلة مش اللي مش الحاكم مربون المشكلة دكتور جمال ما في صوت عندي سؤال سريعا بس تكملي للفرنسي والإنجليزي ماذا بشأن الاندجينيس هل حصل أنه كان عندنا نائب عام من الاندجينيس على حد ما أعلم لا لا لم أحسم سابقا وهنا الآن أصوات تنادي بالتعيين حاكم عام من الحصول من السكان الاندجينيس على المستوى أو معاملة أصليين كمعاملة سائر وإن كان الـ 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 أو الـ 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 من 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 أصول أسيوية ميكايل شون من أصول هيتية وحتى نائب الحاكم العام في ألبيرتا في هذه الأيام من أصول هي مسلمة من أصول التصور أفريقية أو هندية أو مشاكل يعني هناك نوع من الانفتاح ولقى أي انفتاح سياسي واجتماعي يتطلب وقتا طويل لا أستبعد أن يأتي يوم يكون هناك الحاكم العام أو هناك الحاكم العام وربما رئيس وزراء من السكان الأصليين ولكن تحتاج لوقت طويل ونضال طويل وصبر ومعاملت أيها طب نرجع بالنسبة للشكاوى اللي صارت يعني أول ما أول إشي أول ما سمعنا ناستقارت ما كان فيه كتير تقارير عن حكوا الاعتداءات فيه يعني شكاوى بشكل عام بس هلأ عم نسمع تفاصيل يعني وصلة التفاصيل بتقول أنه وصلت الاعتداءات للاعتداءات الجسدية يعني كأنه كانوا بلا تلميح أنه فيه ضرب كان أو شيء وفيه واحد حتى بيقول أنه من كتر الخوف صار معه التبول لإرادي شيء يعني عم نسمع عم نسمع تقارير سنتين من وقت ما تعينت ليش ما كانتش هالأشي بتطلع هل كان في برأيكم يعني هل كان في محاولة للتغطية خصوصا أنه الحكومة ما بدها واجهت يعني مشاكل كتير سياسيا فهل كان في تغطية هل الناس ما إجادتش فورود يعني هالأشي عم بتصير الهوائد ليش بس هلأ طلعت وقبت على السطح ونقصرنا نسمع فيها مرة واحدة سؤال لا أليم ولا لا أتنين اللي بحب يجاوب لا أتصور لا أتصور ضغوطات حكومية بقدر ما هي ضغوطات مجتمعية يعني كأي مشكل أنظر مثلا أن هذه موجة ميتو التي قامت العديد من النساء التي تم الاعتداء عليهم وبدأت موجة ولكن كان دائما الأمر يحتاج إلى من يشعل أول شرارة عندما تحصل أمور كهذه الأمور الضحية تتصور أنها هي الوحيدة تتصور أن الآخرين سيقفون ضدها يعني هناك نوع من الخوف والتردد ولكن عندما تزداد الأمور تزيد عن حدها وبدل أن يتم تذاولها خلف الجدران شيئا فشيئا تخرج للعيان وهذا ما أتصور أن أول إذا نذكر أول ما بدأ الحديث عن هذا كان تقرير من قبل السي بي سي كان تقرير صحفي كان عندما خرجت تقرير الصحفي بدأ البحث عينت الحكومة مؤسسة خاصة للتحقيق عندما خرجت التحقيق اضطرت الحاكمة العام أو الحاكمة العامة للاستقالة ولكن طبعا أنا لست من الداخل مية في المية ولكن لا أتصور أن هذا التأخير كان ناتجا عن ضغط حكومة ولكن قد خطئ يعني أنا أريد أن أن أتناول الموضوع من زاوية الإخفاق في تعيين السيدة بيت لمنصب الحاكم العام في كندا الإخفاقات من الخيار أولا يعني نحن إلى تعيين الحاكم العام تاريخيا كان رئيس الوزراء يختار شخصية معروفة عن الشأن العام يعني إن كان ساسيين سابقين أو صحافيين ولديهم باع طويل في الشأن العام ومعروفة جيد قد تكون سيدة بيت معروفة أكثر خارج الكرة الأرضية مما هو عليه الكرة الأرضية يعني تصلح لتكون حاكم عام يخبس في كندا أي شخص لأي وظيفة من هذا النوع يمر عبر عدة مراحل كان السيد تردو قد تخطاها جميعها يعني أضرب أمثلة مثلا إبان اختيار الحاكم العام أيام ستيفن رئيس وزراء الأسبق ستيفن هاربر كان هناك حكومة أقلية وكان طرح اسم معروف في السحر هو ديفيد جونستون اللي هو كان رئيس جامعة في سوفستن انتيريو في واترلوب وكونه رئيس جامعة ومعروف حتى في ذلك الحين السيد ستيفن هاربر لم يطرح اسمه مباشرة للملك تداول مع الأحزاب الأخرى كرنوعيا في ذلك الوقت وزير المالية الأسبق جيم فلاهرتي وطلب منه أن يتواصل مع الأحزاب الأخرى وتحديد حزب اللي برالي لطرح هذا الاسم وأنه إذا كان هناك من اعتراضات على اسم قبل أن يطرح هذا على الملكة ويعني السيد ستيفن هاربر كان يعي أنه تعيين اسم للحاكم العام رخص مرموق مثل السيد جومستون لم يأخذ الموضوع على عاتقه كونه كان في حكومة أقلية واستشار الأحزاب الأخرى ليطرح الاسم على الملكة وهذا ما لم يحصل فيه الجزء الثاني في موضوع اختيار لماذا دكتور أنا هم بدأ وقف عنك دقططين لأنك حكيت عنهم الأولى هل يتوجب على الرئيس الوزراء إذا كان بحكومة أقلية أو أغلبية هل في فرق في التعيين أما هو لا والشيء الثاني والشيء الثاني لماذا أنا أبدأ أضع اتنين مع بعض إنه السيدة جولي بيت عالم فضاء وكانت وضعت اسم كندا بالنسبة إنها مرأة وطلعت على الفضاء مرتين فكان أصلا تعيينها في البداية له أثر إيجابي من قبل كثير من الناس إنه هي عالمة ووضع عالمة في هذا الموقع مش بالشرط إنها تكون سياسية فبس هدول النقطتين لو تحط عليهم تكتين يعني الأسئلة مهمة أنه الرئيس الرئيس وزراء يأخذ على عاكمه طرح الاسم إلى المالك وليس بحاجة إلى مجلس الوطول يعني ولكن عرفيا أنه أنت كل هذه الخيارات يعني عندما تختار عندما تكون بحكومة أقلية وتختار الوزراء التي هم الحاكمة العامة أو المالكة أنت بحاجة إلى دعم الأحزاب الأخرى فأنه عندما تكون بحكومة أقلية وستطرح اسم من هذا الشكل للمالكة يعني من باب اللياقة أكثر من أي شيء دستوري أنك تطرح هكذا اسم على الأحزاب الأخرى أنه نحن في صدد تعيين هذا الشخص لمنصب الحاكم العام وقبل أن نضع هذا الاسم أمام الاختيار نريد أن نرى إذا كان أي احترام على الاسم هذا ما أقبه السيد ترودو الأهم في هذا الموضوع أنه يعني مركز الحاكم العام هو سريمونيا رمزي سيكون في كثير من الفعاليات ويمثل كندا في أماكن كثيرة وعليه لأن العام يجب أن يكون أن يمثل صورة مميزة عن البلد الذي يمثل وفي داخل المؤسسة التي يرأس يعني الموظفون الذي دمون الحاكم العام على مستويات يعني رأينا أنه كانوا منتعيدين من تعيين الحاكم العام جميع الحكومات كانت تعرف أنه عندما الموظفون الذين يختموا للحاكم العام هم موظفون رسميون في الحكومة الكندية يعني بالبليك سيرفوس كانوا عندما يعينون للحاكم العام دمارك النصب الحاكم العام كان نائب الحاكم العام أو السكرتير للحاكم العام كان يأتي من الموظفيين البليك سيرفوس كان يكون ديركتور أو ديركتور جنرال بالبليك سيرفوس مدير عام بالبليك سيرفوس ويعين مساعد الحاكم العام هذه المرة سيدة بييت طرحت انه يكون المساعدة لها المحامية التي كانت مساعدتها الخاص وجاءت يعني بفل باكيش حاكم عام الأولى انه النائب الحاكم العام أو سكرتير الحاكم العام جاء مع الحاكم العام ولم يأتي من public service الذي هو على دراية كاملة بإدارة ملفات الموظفين الحكوميين التعيين والطرد والتوضيع وانه الحاكم العام يذهب إلى أعماله كانت الحاكم العامة مع مساعدتها يقبضون على رقاب الموظفين الحكوميين وهذا ما حدا بهم مع الوقت إلى أن يظهروا سوء المعاملة إلى أشعر العام وإلى أولى الإعلام فضل 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 إضافة أنا دائما لا أعارض دكتور نور ولكن أضيف ففيما مضى كان رئيس الوزراء يقدم لائحة من عدة أسماء للملكة التي تختار بينها وتغير هذا العرف وأصبح يقدم إسماً واحداً طبعاً ليس هناك ما يلزم رئيس الوزراء كما تفضل دكتور نور ليس هناك ما يلزم رئيس الوزراء باستشارة الآخرين ليس هناك ما يلزم باستشارة طاقمه أو حتى وزرائه بإمكاني أن يقول الله أنا رأيت في المنام أن فلان هو أفضل مرشح وسأعينه ليس هناك ما يلزم ولكن بما أن هذه المسئولية أو هذا المنصب هو رمزي ويمثل الدولة ويمثل الحكومة وهو رئيس الدولة يجب أن يكون أعلى يجب أن يرفع ويترفع عن المهاترات والمزايدات السياسية ومن هنا من هذا الباب سواء كانت حكومة أكثرية أو أقلية تحاشياً للمهاترات ولإمكانية المزايدات من الأفضل أن يستشير رئيس الوزراء الآخرين حتى إذا كان هناك مفاجآت كما حدث مع السيدة البيت على الأقل أن يكون الجميع من باب اللياقة ومن باب الاحترام المتبادل يكونوا متضامنين في مواجهة هذه المستجدات دون النزول بمركز أو برمز أو باسم الحاكم العام إلى مستوى المهاترات الحزبية أو السياسية كما نعرف أن هي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الدولة لذلك من الأفضل الاستشارة يعني وفقت الاستشارة يعني لو ما حصل أي شيء كان ما هذه السيدة يعني إذا رأي السابق والمن من الخارج اختار جيد بحد ذاته يعني بما أنها رمزية لن تتخذ أي قرار سياسي ولن يكون عندها أي ميزة ولن توافق على ميزة ومجرد يعني مجرد هي صورة تعطي صورة عن البلد نعم تاتي بامرأة مظهر وأحسنة وهي عالم الفضاء وتتكلم الفرنسية والإنجليزية بطلاقة وعند خبرات يعني إذا نظرنا بتجرد نرى أن الخيار خيار جيد ولكن ولكن مسلوكيات هذه السيدة هو الذي أوصلنا إلى ما نحن ما وصلنا إليه ربما كان من الواجب لا أدري إن كان قد تم ذلك أم لا ربما كان من الواجب التحقق في سيرتها الذاتية وعلاقتها مع الآخرين السيدة لم تولد الأمس يعني عندها تاريخ طويل من العمل في مؤسسات أخرى ومع أشخاص آخرين في أماكن أخرى ومسؤوليات أخرى ربما كان هناك من الضروري أن يتم التحقق من هذه الأمور لا أتصور أن هذه الأمور بدأت بين ليلة وضعاها يعني عندما توظف موظفا حتى ولو بسيطا أو في مؤسسة معينة يتم الاتصال بسملائه السابقين أو بمسؤوليه عن العمل في العمل السابق لا أعلم إن كان تم هذا أم لا ولكن لو كان هناك تحقيقات في المماضة ربما كانوا قد اكتشفوا بعض الشيء قبل أن يتم اختيارها طبعا نتسأل دكتور نور سؤال يعني معلش دكتور نور لو حدث هذا الموضوع يعني إحنا بنحكي عن هراسمنت صوتي وهراسمنت يدوي وحتى يعني زي ما حكى الدكتور هشام إنه كان في ناس وصلوا لدرجة إنه صار عندهم مشاكل نفسية وجسدية من وراء هذا الموضوع فهل لو حصل هذا الموضوع في مكان آخر نحكي بوزارة من الوزارات واحد من الديريكتور سوى هذا الشيء هل سيحاسب قانونيا هل سيصير شيء كبير على هذا الموضوع أو سيلتغي من منصبه ولن يأخذ أي من أتعابه أم لا يعني هناك حالات كثيرة لدى الحكومة الكناة من موضفين رسميين وفي أراضة عليا كانوا قد فصلوا من مناء عمالهم وحتى البعض منهم خصلوا من دون راتب وإلغاء جزء من نظام الشيخوخة البنشن على أساس إنه كان أخلوا بقواعد العمل البعض كان من ضمن سكشوال هراسمانتز بعض الآخر كان من استعمال سوء استعمال أموال والبعض آخر كان من استعمال الشأن العام لأسباب سياسية وهناك حدث حالات حصلت يعني الغريب في نضوعة سيدة بقيت أنه أشخاص من هذا النوع يعني المعاملة خاصة وليست بسواء يعني الخطأ عندهم لا ينفس الطريقة مثل أناس آخرين في أماكن أخرى يعني كنا رأينا مثلا النواب من البرلمان فصلوا لأسباب موضيح سياسية الوزراء استقالوا من مناصبهم وذهبوا من دون معاش أو مرتب يعني يعني سيد بيل مورنو مثلا وزير المالية استقال على الوي سكاندل الوي شاريتي سكاندل وذهب مع الريح يعني وقال أنه سيترشح إلى منصب الأميم العام من المنظمة الدولية للتنمية من ذلك السباق الأسبوع الماضي لن يحصل على مرتب لمدة طويلة كما ستحصل عليه السيدة بييت عبر استقالتها من مركزها ومنصبها لماذا هي رأسها؟ هي رأس الدولة وهذا ما يقول عنه الدستور يعني الجديد يبدو أنه منذ ستة أشهر كانت هذه هذه الخمور تحت على الساحة وتكلموا عنها في الإعلام ولن هي شيء إلا عندما جرى التحقيق بذلك الأمر وأن التحقيق أخذ أكثر من ستة أشهر وخلال هذا التحقيق كنا رأينا حكومة جديدة ورأينا أيضا خطاب من العرش وكل هذه الأمور والآن عندما أصل الموس للحية كان لا يمكن أن تغطي أبدا تغطى هذه المشاكل أبدا قلت استقالتها كان قد تأخر الوقت والآن سيد ترودو يتحمل هذه المسئولية كما أشار أستاذ حسن أنه في أو أشياء الشخص لي تعيين لم تأخذ الأمور كثيرة من الاعتبار يعني السيدة بيات وشي فالآن تكن تعامل موظفين سابقين بطريقة جيدة وفيما لو كان كانت عملية تأخذ المجرى الرسمي أنه ينظرون المعرفين عنها يعني كانت هذه الأمور قد عرفت قبل التعيين جزء الثاني بالتعيين يعني تسأل عنه عن سيري كيف يعمل مع الآخرين يعني أشياء بديهية بتعيين أي موظف صغير فما بالك برأس للدولة أو لحاكم عامة هذه كانت السيدة تحمل مسؤوليتها لأنه طرح الاسم بناء على ما يخدم قضاياه بأمور كثيرة يعني مثلا موضوع مهم جدا كان اختيار سيدة من أصول فرنسية في كيبك كان هذا سيعطي المزيد من الأرقام وكونه كانت في كيبك ترجع بالأخص بعد صعود حزب البلوك كيبكواء وحصوله مرة ثلاثين وثلاثين نائفة للانتخابات ألفين وتساطعش وكان أنه يعني لك عشر لك عشر مقاعد كان يمكن للحزب البلوك كيبكواء بأقل من ألف صوت فهو كان يحاول أن يعزز وجوده ليكيبك يقول للفرنسيين أنه نحن حتى الحاكم العام هذه المرة هي امرأة ومن أصول فرنسية وعالمة وكيبك لم يخد لم يذهب كان يمكن أن يعطي بهذه المواصفات دون أن يتخلى عن عملية الرسمية التي علي أن يقوم بها أولا استشارة الأحزاب الثانية كما قلنا هو ليس ضرورة ولكن عرف أنا كنت من أكفدين لرئيس وزراء ستيفن هاربر ولكن عند تعيين السيد جونستون لا يمكن إلا أن ترفع له القبع على ما قام به بتعيين وزير المالية الأسبق بأن يتواصف مع الأحزاب الأخرى وأن يسألهم إذا كان لديهم أي اعتراضات عن تعيين ديفيد جونستون رئيس جامعة ودرلو لمنصب الحاكم العام علما أنه كان شخصية عام ومعام ومعروف وكان لديه بعض طويل في الشفاء السيد ردو كان يعني زاد إلى إخفاقاته كنا رأينا ما حصل فيه عمليات كثيرة كان آخره وقبلها أيضا الأسنسي لذلانس كانت واستقالات جولي ويلسون ريبول من من وزراء يعني هذه إضافة جديدة إلى أخفاقاته المشكلة الأكبر أنه السيد تردو في الاستقالات السيد سيدة بيات كان يعطي نفسه الإنجاز أنه نحن قمنا بتقييم وعندما لم تقيم بطريقة جيدة وهنا المشاكل التي حصلت في مجمع العام أنها مشاكل لا يسكت عليها فهي استقالت ويعد هذا إنجاز كما كتب الصحافي بول ويلز عنه اليوم أنه يعطي نفسه الكريت بهذا التحقيق وقد أخفق كثيرا في تعيين وهو يحاول يغطي عن تلك الإخفاقات دعني ولو مر في بداية برنامج أختلف بعض الشيء مع تقييم الدكتور نور لو كانت المسألة مجرد مسألة حزبية وانتخابية كان بإمكانه لو مجرد أنه أراد سيدة فرنسية من كيباك كان بإمكانه أن يجد سيدة أخرى من كيباك هناك شخصيات كثيرة في كيباك وفرنسيات وبإمكان أصحاب كفاءات أيضا إذن التحقيق لا أدري لأي درجة حققه عن تاريخ هذه السيدة ولكن كان بالإمكان تحاشي الزلة التي وقعنا بها لو كان هناك نوع من دراسة ملف أو تاريخ هذه السيدة فيما مضى أما الآن الذي يحصل وأرى الساعة تتقد عقارب الساعة تطاردنا سأجمل موضوعا مهما جدا الآن هذه إن شئنا نقول الأزمة إن لم نقول فضيحة الأزمة في قضية العاكم العام في كيباك لها ارتجاجات أكثر بكثير مما هي في كندا الإنجليزية لأن كيباك تاريخيا معارضة للتاج البريطاني يعني في كثيرون من كيباك يعتبرون أنفسهم حتى الآن أنهم مستعمرة من هنا الدعوة التي تقوى وتضعف من حين لآخر ولكنها موجودة الدعوة للاستخلال ويعتبرون أنفسهم حركة تحرر وطن سواء وافقتهم أم لم توافقهم ولكن هذا الاتجاه موجود وكان في عدة فترات في السلطة الآن الحزب البرتي كيباك والحزب الكيباكي الحزب القومي سيقدم اقتراعا لبرلمان كيباك بإلغاء الملكية هذا الاقتراع قدم سابقا خلال فترة حكم السيدة بولين مروى ولم تستطع الحصول على تأييد الأحزاب الأخرى لا ندري إن كانت الأحزاب الأخرى في هذه الفترة ستأييد أم تعارض حتى ولو كلها أيدت لن تستطيع أن تلغي الملكية الملكية لن تستطيع أن تلغي الملكية كما أسلقنا في البداية أن الغاء الملكية سواء في كيباك أو في كيباك يحتاج إلى تعديل دستوري وأي محافظة بمفردها لا تستطيع تعديل الدستور ولكن تبقى الخطوة خطوة رمزية يعني إذا لو صوت برلمان كيباك بالإجماع أنا لا أقول أن هذا سيحدث ولكن الاحتمال موجود إذا كان هناك تصويت إن لم يكن بالإجماع على الأقل أكثرية ساحقة في برلمان كيباك لإلغاء الملكية ولن يستطيع إلغاء الملكية سيكون حجة أخرى أننا في كيباك تحت الاستعمار الإنجليزي أو تحت الاستعمار الكندي ولا مجال للكيباكين إلا الاستقلال يعني هذه الأزمة وإن كانت أزمة شخصية وإن كانت أزمة تعاوم صاحب عمل مع موظفيه قد يكون لها عواقب خيمة على اللحمة الوطنية في كنر وكانت بالإمكان تحاشية كما قلنا بالتحقق من التاريخ الوظيفي للسيدة جيلي قيت نعم أنا عندي بس شغلة في هذا الموضوع لأنه إحنا دائما كنا نحكي عن عن موضوع التحقق من الموظفين الحكوميين لأنه إحنا طريبا ما وحتى المرشحين يعني اللي بيطلعوا للبرلمان ما في عندك العمر والجنسية وشغلات ما بتطلعوا في البارلمان تبعتك ما بتطلعوا شفنا وصلنا نواب وصلوا للبرلمان من خلفيات عن عرقية متعصبة ل بنحن نحكي لمن بس عرقيين متعصبين في ناس عندهم تاريخ أسود في التعامل مع الموظفين مش بس في الحاكم العام ف فهلا اللي بدي أسأله شو اللي بعد هيك هل أولا أمتى ممكن أمتى التايم لاين أو الزمن اللي حنحصل فيه على أو اللي ممكن أن يتعين فيه حاكم عام جديد وهل هذا ريا ترى اللي صار رح يكون درس مش بس للحاكم العام درس لكل الحكومة الكندية بإنه اللي بده ييجي لمنصب سياسي أو حتى بده يترشح لمنصب سياسي يكون يكون في عنده شوية فتح يعني إحنا عارفين إنه ما في أي واحد بيجي بقدر أقول لك أنا شفت كمان يوتيوب فيديو بده أصير دكتور ما بتصير بس بس في السياسة أي واحد بنزل وبرشح نفسه مع إنه أحيانا وكله تاريخ مش مشرف في عنصرية في في تعامل مع موظف في كذا هل رح نشوف لقدام في اختيار الحاكم العام أو في غيره إنه رح تكون في يعني ستاندردز أحسن في 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 التتبع أو أو يعني زي ما بيقولوا تحقق من ماضي الناس اللي حيدخلوا على السياسة بس توضيح بسيط معظم الأحزاب اللي تترشح ناس الخبات بيكون عندهم نتينج بروسس كبير يعني عندك كان أكثر من مئة صفحة بالحزب المحافظين وبالحزب والحزب الان دي بي وحزب دي جرين هلأ بيجي على المرشح اللي بدو يترشح على داخل الحزب بيكون يعني في بروسس كاملي بسمه بيعملولو بيطلبوا منه يثبت شيء عاملو بيعملوا باكراوند شك وكل هادي الأمور تأخذ بعان الاعتبار قبل الترشح هلأ ببعض الأحيان الترشح يعني أنك تكون أنت حزبي بحث يحق لزعيم الحزب أنه يختار شخص يعني بدون الدخول بهيد البروسس والأقودة إلى الأصول والتحقق من خلفية للشخص اللي بدو يترشح وهذا ما رأيناه رأيناه في أحزاب كثيرة وعند كل الأحزاب أنه يكون عندهم ناس بيختاروهم بس لأنه جابوهم أموال كثيرة للحزب أو لأنه هني اسم مميز أو لأي سبب من الأسباب وقد يتغاضوا عن أخرى في الولايات المتحدة الوضع الوضع أفضل بكثير لأنه داخل الحزب هناك ما يسمى بالبرايماريز أو الشعب بيختار المرشح داخل الحزب يعني أنت برأي ترشح مع الحزب الديمقراطي للكونغرس بيكون في برايماريز بالكونغرس وهيكشفنا مثلا جمال بومان والهار والهار واللورا بوش والأي أو سي أليكسندرا أوكازي كورتاز أنه كانوا قد أقصوا نواب في الكونغرس الأمريكي لأعوام طويلة يعني يعدون من أكثر النار كسياسيين مخضرمين وخسروا لأن النار لن تختارون كمرشحين على أن نصل إلى هذا الشيء في كندا ويحق لي مثلا إلكشنز كندا أنه تمر في هذا الموضوع بالنسبة من العام لن أرى تغييرا لأن موضوع الحكو هو موضوع دستوري وإخصل هناك تغيير دستوري لن يكون هناك أي تغيير ستقل أمور ضمن الرئيس الوزراء سيقترح الاسم الذي يراه مناسبا للملكة التي اختاره مما لا شك فيه بأشار إليه الأخ حسن أنه هذا سيكون له تداعيات كثيرة في الانتخابات المقبلة بالأخص في مقاطعة كيبك فهذا شأن سيعليه عليه الانفصاليون الكيبكيون كثيرا في الانتخابات المقبلة وأنه يكسب ديبك سيطرح من خلال موضوع جولي بييت وإخفاقات حتى لو كانت طلب السحر السحر السيدة ترودو جاء بهذه السيدة الفرنسية من كيبك التي تساعده في الانتخابات المقبلة نختار اختارها سيستعمل إخفاقات الفرنسيين الانفصاليين في الانتخابات المقبلة يخسر الكثير من الأصوات جراء هذا أستاذ حسن أبل ما أقول الأستاذ حسن بس عندي 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 كلمة أحب أحكيها للدكتور أنا يعني أعارضك تماما في موضوع الولايات المتحدة وعند تبعهم خصوصا مؤخرا لأن وصول ناس زي جوش هولي وش اسمها غرين هاي مارجري تايلور غرين هذا يدل على إخفاق قام في البنية التحتية للنظام الأمريكي لأنهم أحيانا مش معناته إنك انت بتعطيل الشعب إنه انت أحسن لأن هدول وصلوا عن مناطق كلياتها من أصحاب اللي بيآمنوا في نظريات المؤامرة وغير وغير وصلوا لهذا المنصب ونهيك عن إنه كمان هاي هذي مساوئ الديمقراطية يقولوا لك عشرح مارجري أصعب سمارك ماشي بس برضو أنا عندنا في إخفاقنا في النظام الكندي إنه عم بتتركوها للأحزاب بس ما بتيجي بتطلب الحكومة من الحزب كيف عملتوا له فيتنج أو بتطلع على أي شي بيتركوها للحزب المفروض أنا بنرأيي المفروض الحكومة صحيح تترك للحزب بس ما تيجي وتقول بتقول ليش طننشتوا إنه هذا البرياد امكان له تصريحات عنصرية قبل هيك وفيه نواب وصلوا وإحنا منعرف في كندا والهم تصريحات عنصرية واحد منهم حتى مؤخرا عليه في أونتيريو حتى لما حكى عن دكتور تام وإنها بتتعاون مع الصين وغيره هذه ليس لها أي أساس من الصحة وعيب تنحكى أساسا وكاين ماخد تبرع من واحد ويت سوبريميسيست حتى لو كانت 130-140 دولار بدين بقول لك أنا معرفتش يعني كمون هذا كله المفروض إنه أنا برأيي والسؤال إنه أنا بعرف الأحزاب بتعمل بس نعرف إنه الأحزاب بايس والحكومة للأسف ما بتطالب بتقولهم تعالوا وروني شو الفيتينج بروسس يعني المفروض زي ما زي ما أنت قلت الـ HR مثلا في أي مؤسسة بعمل فيتينج بس بيروح للإدارة وبتطلع كيف عملتوا له فيتينج ولو سامري كيف كيف الـ HR اختار هذا هذا الشخص هذا على مستوى شركة مش عمستوى دولي المستوى الدولي أعتقد لازم يكون في عنا لازم يكون في عنا شي وبلاش نقارن حالنا في أمريكا هلأ تحديدا عشان حلقة عشان 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 هلأ الموضوع في أمريكا بتشاهدك أنا سوري بس حبيت مدخل أستاذ حسن تفضل الساعة الآن الساعة الثمانية والثمانة دقاق لم أبطيل عليكم المسألة هناك مسألة أولا اختيار مرشحي لأننا مزجنا خلطنا ما بين المرشحين للانتخابات والمعينين من قبل الدولة كالحاكم العام المرشحون للانتخابات تختارهم أحزابهم وكل حزب له طريقته في الاختيار هناك أحزاب تجري انتخابات داخلية يسموها نومينيشن وهناك أحزاب زعامة الحزبية التي تعين وحتى الذين يقولون أنهم عندهم انتخابات داخلية في كثير من الأحيان لا يحترمون عن الانتخابات الداخلية ولن أطيل في شرح هذا إن اللبيبة من الإشارة يفهم ولكن الأمر ما تترك للأحزاب بينما وهذا لا تصور إذا كان هناك أي تغيير سيجب أن يكون التغيير من قبل الأحزاب والتغيير يحصل شيئا في شيئا فيما مضى كان كل المرشحين في الأحزاب يتم اختيارهم من قبل زعامة العزب شيئا فشيئا يتجهون نحو الديمقراطية المحلية ليست مثالية كما قلنا سابقا ولكن شيئا فشيئا يتجهون نحو الشفافية والانتخابات الداخلية وكذا بينما الوظائف العامة وإن كان مركز الحاكم العام هو مضموم من قبل الدستور ولكن هذا لا يمنع من اتفاق الأحزاب أو السياسيين الموجودين في البرلمان لإيجاد نوع من الشرعة فيما بينهم أو العرف فيما بينهم أن يكون هناك طريقة معينة لاختيار الحاكم العام كما يحصل في اختيار أعضاء مجلسي الشيوخ أو القضاء في المحكمة الدستورية العليا أو كذا وإن كانت هي مبدئيا هي الحكومة التي تختار ولكن هناك آليات لإشراك الآخرين واستشارة الآخرين أنا لا أستبعد أبدا بعد هذه الأزمة التي مررنا بها أن يكون هناك نوع من التعديل وإن لم يكن تعديلا دستوريا لكما قلنا التعديل الدستوري صعب ولكن على الأقل تعديل إداري أو تعديل ميثاقي ما بين الأحزاب الموجودة لطريقة معينة من ترشيح الأفراد يعني إحنا شرفنا على النهاية ولكن نحن جميعا الآن تنتظار تعيين الحاكم العام الجديد الذي سيستلم مفروض منصبه في أقرب وقت بحيث أنه يشغل هذا المنصب الدستوري المهم بالنسبة لكندا ومع أنه منصب شبه فخري ولكن إذا أي قانون بده يصدر من الآن إلى وجود الحاكم العام لازم يوقع عليه وطبعا في عندنا فضل جمال مع احترامي مع احترامي لك عندنا الآن حاكم العام يعني إذا صدر غدا قانون الحاكم العام ليس هناك فراغ دستوري الحاكم العام الذي كان حتى استقالة جليبيات كان هو جليبيات الذي كان هو رئيس المحكمة العليا عندما استقالت مباشرة ملأ هذا فراغ الدستوري يعني إذا كان هناك مثلا إذا سقطت حكومة تريدو لأن حكومة أقلية مباشرة الحاكم العام الحالي بإمكانها أن يدعو الانتخابات أوكي اسمه ريتشارد فاغنر بإذا أو إذا مثلا أحزاب المعارضة وهذا لن يحصل ولكن إذا أحزاب المعارضة تفقت على أن ستسقط تريدو وتشكل حكومة اقتلاف كما حصل مع ستيفان ديون كذا أن يحصل مع ويقرر إما يدعو الانتخابات عامة أو يطلب من الحزب الثاني تشكيل الحكومة يعني ليس هناك ديستوري هذا السؤال ولكن أنت أجبت عليه ممتاز ولكن لا أتصور أن هناك كنديا سيخسر ليلة من النوم لمجرد أن هناك انتظار لتعيين حاكم جديد لن يشاهد في حياتنا الحمد لله الذي سيحصل هو النقاش ما بين الأحزاب الموجودة في البرلمان على التعوضات المالية التي ستحصل عليها جيل فيات هل ستتبتع بربع مليون دولار سنويا مدى الحياة أم أن الحكومة ستصغل احتجاجات المعارضة وتقول بما أنها استقالت وخاصة على خلفية على خسوء استعمال السلطة فإذا لا حق لهذه المخصصات أما ما تبقى دستوريا أو حتى عمليا لن يتغير أي شيء في حياتنا العامة نعم وأتوقع عندها لا تخاف عنها عندها فلوسها من تقاعدها من الطيران والفضاء فأتوقع أنها ستعيش في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا شكر للجميع اللي كانوا معنا سواء من المشاهدين أم من إخواننا وزملائنا الأستاذ حسر والدكتور نور والدكتور هشام كانت حلقة ممتعة ومهمة جدا نعرف دور الحاكم العام وكيف يتم تنصيبه ولماذا استقالت الحاكم العام في كندا مرة ثانية نشكركم جميعا ونتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية وتكونوا بألف خير تصبح على خير تصبح موسيقى